بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وآل بيته الطاهرين وصحابته الأكرمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج الحياة فقه حديثنا في هذا اليوم عن سؤال كيف نتجنب العداوات الأصدقاء في الحياة هم المطلوبون والإنسان دائما يحب أن لا يعاديه أحد الإنسان دائما يبحث عن الصداقات يبحث عن المعارف يبحث من يقدم له خدمة في هذه الحياة ولكن للأسف هناك أناس قد يتفننون في صناعة الأعداء لا تعلم كيف لديهم مهارات لديهم طاقات عجيبة في افتعال ذلك عندهم فن ومهارة اسمها فن صناعة الأعداء ولذا من المهم جدا لما بدنا نجاوب على السؤال كيف نتجنب العداوات في هذه الدنيا أن نعرف أولا كيف يصنع الأعداء كيف تصنع العداوات كيف يتكاثرون من حولنا لندرك كيف نتجنبهم أو نتجنب ازديادهم أو على الأقل كيف نتجنب أن نصنعهم أو نبادر في صناعتهم لأن بعض الناس بمجرد حركة في الحياة وحركة في المجتمع دون أن ينتبه ربما عن غير قصد يتفاجأ بأنه هو من يساهم بصناعة الأعداء بنفسه وأيضا يا إخوة يجب أن ننتبه أننا في هذه الدنيا وفي شيطان متحفز لنا في هذه الدنيا الشيطان له مهمات عديدة تجاه الإنسان من هذه المهمات إيجاد العداوات إذن واحدة من أهم مهمات الشيطان تجاه الإنسان العداوات لأنها توصل الإنسان وحده إلى إتمام المهمة التي يريدها الشيطان في حياتنا وذلك قال تعالى منبها إيانا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء لأنه خلاص الشيطان إذا أوضع بين العداوة والبغضاء بيننا انتهت مهمته بالتالي نحن سنكمل هذه المهمة بكل المصائب التي يمكن أن تتخيلها وذلك روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه يقول سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد آيس أن يعبد في جزيرة العرب يعني خلاص الشيطان ما عنده أمل أن الناس يعبدوه ولكن في التحريش بينهم يعني بقي هذا أمل الشيطان موجود في أنه يحرش ما بين الناس وبالتالي تتحقق مقاصده والتحريش معروف لهو إثارة العداوة بين الناس إلقاء البغضاء في ما بينهم أن يؤلب النفوس على بعضها البعض حتى دائما يكون في عنا نوع من الشجار نوع من الشقاق نوع من الخصومات وبالتالي قس عليها ما سيكون بعد ذلك مع الناس إذن يا أخوانا وأخواتنا إجابة على التساؤل المطروح نجيبك التالي كيف نتجنب العداوات أول قضية في تجنب العداوات يكون بصناعة الأصدقاء القضية ضدها تعالج نحرص دائما أن حولنا أن تكون هناك في صداقات أن يكون هناك صحبة أن يكون هناك رفقة طيبة من حولنا وهذا طريق مهم ومن أهم الطرق كيف أنت تصنع الأصدقاء ودائما تكون معهم طبعا الرفقة الطيبة التي فيها المواصفات المطلوبة وإن شاء الله ربنا يمد في العمر ونخصص حلقة خاصة عن كيف نصنع الأصدقاء وعن الصحبة والرفقة الطيبة أيضا من الأشياء التي تأتي بالعداوات فيما بين الناس هي أخطاء نرتكبها نحن في الحياة تؤدي مباشرة هذه الأخطاء إلى تكاثر العداوات من حولنا إذن قد نكون نحن السبب بأخطاء نرتكبها طب ما هو الحل؟ الحل إذن باختصار أن نتجنب هذه الأخطاء إذن علينا أن نعرف الأخطاء التي تولد العداوات نتجنب هذه الأخطاء نجفف منابع هذه العداوات من هذه الأخطاء ومن أخطرها الظلم والاستكبار والاعتداء على حقوق الآخرين وهذا من أسرع أسباب كسب العداوات يعني أي واحد يريد أن يكسب عداوة سريعة يذهب إلى الظلم الآخرين مباشرة ستكتشف أن الأعداء حولك كانوا كثر الاعتداء مثلا على حصص الآخرين في الميراث لما نكون أقارب كيف العداوات تصير ما بين الأقارب؟ تصير على مثل هذه القصص نعتدي على حصة قريب أخ أو ابن أخ أو أي كان من الميراث نعتدي على جار في أرضه في عقاره أيضا من الأشياء الأخطاء التي تعمل على زيادة العداوات فيما بين الناس موضوع التكبر التعالي أنه عدم التواضع هذه القيم الأخلاقي اللي ممكن تنتشر في المجتمع التعالي والتكبر يا إخوة وإخوات هذا احتقار الناس واحتقار أوضاعهم المادية أو مكانتهم دائما بسبب ردة فعل عكسية عند الناس وبالتالي مباشرة هذه ردة الفعل العكسية بتسبب نوع من التنافس غير الشريف فيما بين الناس أيضا من الأخطاء اللي من ارتكبها الجهل والجهل هو أم الخطيئات أصلا لأنه فيه يكون عندنا أحيانا سوء تقدير للمواقف نسيء للناس بسلوك نسيء للناس بقول البعض كيفما تحرك كيفما تحدث كيفما تكلم بتلاقيه بصنع العداوات في هذا المجتمع طبعا الإنسان يقول هل العملية صعبة لهذه الدرجة هل هو فن أن الإنسان يصنع عداوة في الحياة والله ما هي فن ولا هي تحتاج لا لتجربة ولا تحتاج إلى خبرات يعني إذا أراد أي واحد مننا أن يجرب ذلك ونحن لا ننصح بهذه التجارب لكنك سترى مئات من الطرق والسبل حتى تحقق هذه الغاية إذا أردتها لن تحتاج لا كثير خبرة ولا تحتاج استشارات للناس يكفي فقط إنك تيجي تضيق على الناس أن تتهم البعض بما ليس فيهم أن تسيء الظن بالآخرين أن تترك الناس من حولك أو أن لا تتركهم في حالهم إنك دائما بلشان بهالناس تكثر من النميمة تكثر من الكذب تكثر من الهمز واللمز أنك تضيق على هذا في رزقه تضيق على هذا في سمعته كل هذه الحالات هي تسبب العدوات فيما بين الناس طيب شو علاجها؟ علاجها بنقيضها مباشرة أن نتوقف عن هذه السلوكيات التي تأتي بهذه النتائج طبعا من غير المعقول أنه نأتي ونشتكي من كثرة المعادين لنا واللي ما بيحبونا ويقول لك والله المحبين إلي قليلين ونحن نقوم بكل هذه السواءات ولا نفعل شيء إلا أنه منزيد منها في هذه الحياة طبعا يا إخواننا المقدمات دائما تصنع النتائج إذا بدنا نغير خلينا نتغير في أنفسنا يعني غير وتغير وستجد أن من حولك قد تغير إلى حد كبير وإلا معروف عند العقلاء دائما أنه في مقدمات دائما بتصير في عنا نتائج فلا يمكن أنه نستمر على نفس الأفعال ونتوقع نتائج دائما مختلفة إذن هذه الأخطاء اللي احنا بنرتكبها السبيل أن نترك هذه الأخطاء فمنحدث المنظومة من حولنا وبالتالي بيصير سيرنا جيد في هذه الحياة طبعا ليس كل صناعة العدوات هي نتيجة أخطائنا ولكن أحيانا بيكون فيه هناك ما يسمى بالتأثيرات الجانبية لأشياء ما إحنا أننا علاقة فيها بشكل مباشر يعني على سبيل المثال نجاحاتنا في الحياة أو فشل الآخرين في الحياة هذا إحنا قد لا نستطيع مهما فعلنا أن نتجنبه يعني الواحد بده ينجح في الحياة همه أنه ينجح مش معقول أن الواحد يستسلم للفشل وهو يفشل حتى ما يكون أعداء حوله أو أنه فشل الآخرين هو يتحمل مسؤوليته بالتالي مهما فعلنا أن نحاول نتجنب وجود العدوات قد لا نستطيع لأن دائما هذه الحياة مبنية على المنافسة ومبنية على الأشياء اللي من هذا القبيل وبالتالي بيصير عندنا منافسين غير شرفاء في منافستهم أن ننكر وجودهم في الحياة هذا هو الوهم وهذا هو العبث بعينه إنها طبيعة الحياة هذه طبيعة الناس وهذه طبيعة الآخرين من حولنا وبالتالي خلينا نكون مقتنعين وعننا قناعة وعقيدة إنه نجاحنا وتفوقنا في الحياة قد تترتب عليه آثار جانبية هذه الآثار شو بنا نعمل فيها؟ نريد أن ننتبه لها نريد أن نشوف كيف أن هذه الآثار قد تصنع لنا مزيد من التحديات في الحياة قد تصنع لنا مزيد من المعيقات في الحياة وبالناش نقول أعداء نكبر الكلمة لكن فعلا قد تصنع بين قوسين أعداء لنا في الحياة إذن إن كان ولابد من وجود هؤلاء في حياتنا طيب شو بدنا نعمل؟ المهم يا إخوة وآخوات الأنجع والأفضل أن نستثمر هذه الحالة ونستثمر وجودهم بشكل إيجابي لا يمكن أن نظل نقول والله هذا يعاديني وهذا ما بيحبني وهذا بتآمر علي ويعني نستثم لهذه القضية لا خلينا نستثمر الموضوع بشكل إيجابي كيف نستثمره؟ أن نجتهد أن هؤلاء أن لا يكونوا عبءا علينا في الحياة وذلك من عدة وجوه من أحد هذه الوجوه التغافل والتجاهل وهذا ممكن تعرضنا له في حلقة خاصة سابقة يمكن أن ترجعوا إلها كيف ممكن نتغافل ونتجاهل بعض الناس حتى نتجاوز عداواتهم أيضا في عنا من الأشياء التي نحن ممكن نقوم فيها مع هؤلاء الناس التي نقول ليس نحن السبب هم السبب خلينا تكون في عنا نوع من الفرصة للتدريب في الحياة أنه كيف نقابل السيئة بالحسنة كيف هؤلاء الذين يعرضون عننا يعني نقابلهم بالمسامحة أن نقابل الإساءة بالعفو هذه تحتاج إلى تدرب وكل هذه الأمور لاحظوا كيف يعني أحيانا تفرض علينا ونتعامل معها بشكل إيجابي لكن لها جزاءات حسنة وأجور عظام عند رب العالمين خاصة إذا بيجي الإنسان فينا وبيرتقي لدرجة من البر فوق العدل يعني واحد أنا بدي أتعامل معه بالعدل زي ما بيعمل معي بأعمل معه لكن إذا بدي أرتقي شوي وعامل بالبر هذا له جزاءات عند رب العالمين عظيمة لا يمكن أنه نتغافل عنها الله عز وجل ماذا يقول يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها لكن فمن عفى وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين يعني إذا أنت بتروح لمرحلة العفو الصفح خلاص بصير أجرك على الله عز وجل بتتركك من هذه القضايا اللي بتعطل الحياة إذن خلينا يا إخوة ويا أخوات أن نجعلها هذه اللي بتفرض علينا الأشياء أن نجعلها فرصة لنحوز أجر الصبر نتعلم القدرة على الاحتمال فلن يكون هناك يعني عندنا صبر إلا إذا ابتلينا وبالتالي هذه واحدة من أهم الإبتلاءات واحدة من صور الصبر وفي عندنا معروف اللي هو الصبر على الإبتلاءات في الحياة وهل منا من يشك على أن بلوانا بمثل هؤلاء الذين يعادون ويتربصون لأنه يعتبر ابتلاء في الحياة نعم هو ابتلاء يحتاج إلى خلق الصبر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور خلينا نكون في معية الله نكمل إن شاء الله بعد فاصل قصير في بعض هذه المفاهيم المتعلقة بتجنب العدوات فتفضلوا بالبقاء معنا أهلا بكم من جديد نقول كيف نحول أو نستطيع أن نتجنب العدوات بتحويلها لفرصة في الحياة هذه فرصة من فرصها الصبر وتحدثنا عن الصبر الله عز وجل يقول إن الله مع الصابرين كيف نكون في معية الله هذا خلق الأنبياء وجاء في الحديث إن الصبر ضياء يعني لا يزل واحد وهو متلبس بالصبر هذا صاحب الصبر يستضيء بالصبر ويهتدي بالصبر فما نريد أكثر من هذه الفائدة اللي بتسببها لنا الكارهون لنا لعل يا إخواننا في الميزان من الحسنات والله ما لم تنشط النفس به يعني في أشياء قد لا نستطيع أن نفعلها لكن تفرض علينا خلينا نستفيد منها خلينا نحصل الخير ونعمل العمل الصالح بكل الطرق المتاحة لنا بهذه الحياة وهذه واحدة من هذه الطرق لكن تعرف الواحد أحيانا لا يستطيع أن يبلغ مراتب عالية ولذلك يؤجر المرء رغم أنفه بقضية من هنا وقضية من هناك فبالتالي تعتدل هذه الحياة أيضا من قضايا اللي نتعامل معها مع العدوات في هذه الدنيا وكيف نتجنبها وفائدتها علينا قد يكون فيها ما يسمى باعتدال الكفة أحيانا الواحد بالحياة هو ماشي هيكل الأمام وكله نجاحات يحتاج أنه يدقق في المنهج اللي ماشي عليه ليش؟ لأنه لم يكن سان ناجح يكثر حوله المادحون ويكثر حوله المستفيدون الذين يثنون عليه نحن الواحد بحاجة أنه ما يغتر بذلك ما يغتر بهذا الأمر نوع من العداوة نوع من المنافسة أحيانا هذا شو يسمي بيعمل على شحذ الهمم هذا بيصنع التحدي عندك بيفتح ما استغلق أمامك من طرق قد يفجر الطاقات إلا أنك أنت بحاجة أن تفرض ذاتك في الميدان فهذه كلها أيضا من الأسباب اللي احنا ممكن نتحايل بها على العداوات وبالتالي نحقق نجاحات في هذه الحياة يا إخوة وإخوات أحيانا العداوات تفرض علينا فرضا بطرق مختلفة وجزء منها يأتينا بالوراثة ما أنها علاقة فيه ولا أنها اختيار يعني إحنا نولدنا ونكتشف أنه فينا عداوات في هذه الحياة طب هذه كيف نتعامل معها يعني الواحد الممكن أنه العداوة اللي بيصنعها هو ممكن يعمل على اجتثاثها أو حتى التي ورثها ممكن يحاول يغير واقعها لكن قد لا يستطيع إلا بعد وقت طويل هذه عداوات بالوراثة العدو الوراثي هذا تركة تركة خلفها لنا ربما خلفتها لنا العائلة خلفتها لنا العشيرة إذا في بلد فيها طوائف ممكن تكون هذه أحد الأسباب أو اختلاف الأعراق والأقاليم هكذا فيه أن بالمجتمعات وبالدول أسباب كثيرة لمثل ذلك أسباب اجتماعية أسباب دينية أسباب ثقافية خلافات أحيانا بتكون عقدية كلها قضايا مركبة ومعقدة في المجتمعات يتم اصطناعها أحيانا وتبقى فترة زمنية دون أن تحل وبيبقى الأجيال بيتناقلوها وبالتالي تفرض على المجتمع أحيانا وتفرض على الناس فأنت بتنولد في هذه الحياة وبتكبر وتصير شاب بتتفاجأ أنه يفرض عليك أن تكره وأن تعادي فقط على الهوية ولهذه الأسباب ومن ذلك يعني صور كثيرة في الحياة من شاهدها الحمد لله احنا في الأردن في كثير من هذه الأسباب ربما موجودة لدينا لكن موجود أسباب اجتماعية وأسباب ثقافية قد تؤدي إلى مثل ذلك يعني نأخذ مثال اجتماعي اختلاف الورثة على الميراث بتلاقي الإخوة بينهم في تنازع على الميراث وهذا التنازع ما بنحل فيتصلط واحد منهم على ميراث إخوته ويبقى ذلك لأبنائهم وأحفادهم فبتيجي أنت حفيد أو الحفيد الثاني الثالث تتفاجأ أنه في خلافات ما بين الأجداد على قضايا ما نحلت فهذه يتناقلها الأولاد والأحفاد لذلك دائما نقول هذه يجب القضايا أن تنتهي للأسف يزرع في فكر الأطفال وفكر الشباب مثل هذه الأشياء والعدوات وما أنهم علاقة فيها من غذيهم ويتم تغذيتهم والله يا أخوانا حتى أحيانا بالعدادات الاجتماعية مجرد التفاخر تجاه الآخرين يؤدي إلى مثل ذلك يعمل على صناعة هذه ردود الفعل الدفاعية التي تكون أشبه بالعدوات ما بين الناس وإن كان قضايا تكون باطنية لكنها ستظهر مع الوقت وحتى نحن لما نقرأ الشعر والتراث اللي عنا نشوفه مليء بمثل هذه المفاهيم اللي ممكن تسبب العدوات لمجرد ذكرها والتفاخر بها فيما بين الناس كما قال الشاعر يوما ونشرب إن وردنا الماء صفوا بده يتفاخر هو ويشرب غيرنا كدرا وطينا الناس من حقهم يعني يفرحوا لأنفسهم يعني يعلوا من شأنهم لكن أنت لما تنتقص من الآخرين وبالتالي هذا سيسبب عداوة ما بينك وبينهم وهذه قد تفرض الأشياء علينا كما قلت دون أن نختارها إذن من العدوات كذلك التي قد تفرض علينا أشياء برضو ما إن علاقة فيها إنه بيجي خلص إنسان بيستهدفك بيستهدفك بهذه الحياة بيتخذك عدو إله أنت ما إليك علاقة في الموضوع لكن خلص هو اختارك لذلك قدرك إنه جعلك يعني في محط سهامه وقعت في اختياراته لغيات ممكن تكون متعلقة بالتنافس ما بين الأفراد ممكن تكون في تضارب مصالح بينك وما بين الناس سواء في قطاع الأعمال في قطاع العلوم في قطاع الشركات في قطاع الحياة الاجتماعية حتى إذن مهما قلنا يا أخوانا كيف نتعامل مع هذا النوع من التهديدات التي تفرض علينا لن نستطيع أن نتجنب كل هذه المشكلات في الحياة لن نستطيع أن نلغيها لن نستطيع أن نسقطها من حياتنا لكن نبحث عن حلول على الأقل من الحلول المهمة في مثل هذه الأشياء وحلول مؤثرة أنه إحنا كيف نحول هذه العدوات إلى صداقات في عداوة فرضت علينا طيب خلينا نجرب نحولها إلى صداقة التوجيه القرآني والتوجيه النبوي دائما يدعو إلى هذه المنهجية في الحياة الله عز وجل ماذا يقول ادفع بالتي هي أحسن دائما إذا أنت في بينك وبين شخص إساءات المفروض بماذا الدفع يكون ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم لاحظوا في الآية كيف ربنا علمنا كيف نكسب الأصدقاء مش بس نكسبهم فقط يعني نحولهم ننهي العداوة لا بل نحولهم من العداوة مش مجرد أصدقاء وننتقل بهم إلى رتبة عالية كأنه ولي حميم لاحظة هذا التعبير القرآني فهو تعبير عالي وصف عالي جدا أنك تحول الشخص من النقيض إلى النقيض يعني كما منقول إحنا مئة وثمانين درجة بكون التحول ولذلك الشاعر ماذا قال يوما قال أحسن إلى الناس تستعبد عقوله قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه يعني هذا الإحسان له دور مهم في الحياة والشيخ بن عاشور رحمه الله في التفسير لما فسر هذه الآية وقول يعني الإنسان من رحمة الله أنه جعل قلوب الناس وطبائعهم أنه أنت بالإحسان ممكن تسيطر على الإنسان ممكن تقلب كيانه حتى هذا الشعوري فإذا على الأقل لم يصبح وليا حميما لك كما ورد في الآية خليك أنت تكسر هذه العدوات اللي بينك و بينك خليك تزيل بعض العدوات أو كثيرا منها ممكن تضل فيه نوع من الشوائب على الأقل للعداوة لكن بتنتقل أنت بدل شوائب العدوة بتجيب شوائب المحبة وبالتالي بصير عندك نوع من هذا التخليط ما بين العدوة والمحبة بتنتقل من منزلة إلى منزلة وطبعا هذا يختلف بإقدار الشخص ومواقف الناس ومواقف عدواتهم في هذه الحياة وعلى أقل أنت بتتخلص من الكيد يعني إذا بدلت الإحسان قد تتخلص من كيد الناس طيب إذا كل هذا ما نفع شو بقول؟ بقول ابن عاشور رغم أنه بدلنا كل ذلك بدنا يعني على سيب نثال وما نفع في ذلك شيء وصبرت عليهم وعلى نفسك بظل بقول لك أن الأمل منعقد أن يحول الله هذا الكيد وهذا الأذى وهذا الشر إلى خير ونفع وتوفيق لك أنت أنت الذي أحسنت وهو الذي أساء ولذا يا أخواننا وآخواتنا لما نقرأ سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم نشوف هذه السنة كيف مليئة بالأحداث وبالقصص اللي هي بتصنع هذا التحول هذا التحول شيء مهم في الحياة نشتغل عليه ونتدرب عليه وهذه مهارة قد لا يتقنها كثير من الناس لأنها تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى يقين وتحتاج إلى عزيمة نأخذ هذا المثال من قصة حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم قصة مؤذن الحرم المكي أبو محذورة هذا لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من حنين بقول أبو محذورة يعني كان معه عشرة وكانوا لسه ما آمنوا ويعني كارهين كل اللي حدث في مكة من إسلام الناس فقل صرنا نخرج نطلب المسلمين ويعني خلفهم قال فسمعنا كنا جالسين إحنا عشرة مع أبو محذورة سمعنا الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يعني يؤذن المؤذن يريدون أن يصلوا فصرنا إحنا واقفين على تلة نستهزئ بالنبي عليه الصلاة والسلام وصرنا نستهزئ بالأذان صاروا يعني قلدوا الأذان لكن على طريقة الاستهزاء الرسول صلى الله عليه وسلم بقول يعني سمع تأذينهم وسمع استهزائهم لاحظوا كيف الرسول يريدون أن يقتنسوا الفرصة ويحول هذه العداوة إلى ماذا إلى إحسان ويحولها إلى كأنه ولي الحميم كورد في الآية فالرسول السلام طلب من الصحابة أنه هذول جيبوا ليهم يعني حاولوا أرسلوا إليهم خليهم يجونا فمسكوا هم وآتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول قالهم يلا كما كنتم تفعلون افعلوا يعني أذنوا زي ما كنتوا تستهزئوا أذنوا لأن الرسول سمع منهم رجل عنده صوت جميل جدا فأراد أن يقتنس هذه الفرصة فيه فأذنوا بقول أبو محذورة كنت أنا آخر واحد فيهم فلما وصل إلي النبي صلى الله عليه وسلم وسمع أذاني أعجب بالأذان وهذا الصوت الجميل قال فلمس على صدري ودعا لي وقال الآن تؤذن في المسجد الحرام طب هذا مش ريق وبعادينا وباستهزئ بالدين وباستهزئ بشعار الإسلام اللي هو الأذان لاحظوا كيف ما حاربوا الرسول ولا قاتلوا ولا قال اعدموا ولا قال يعني حطوا في السجن ولا قال كذا كل هذه الأشياء مباشرة لا هذه عداوة يريد أن يحولها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى إحسان مباشرة علمه الأذان ودعا له فعلا هذا الرجل الأسلم وكان مؤذن المسجد الحرام هو وأبنائه وولده وولده وعقبه لاحظوا إذن وكان يفتخر بذلك من شخص يستهدئ بشعائر الإسلام إلى شخص يعلي يعلي شأن الإسلام وشأن المسلمين وين في أقدس بقعة في المسجد الحرام إذن خلينا نقرأ السيرة ونشوف هذه المعاني كيف نتعامل مع هذه العدوات إذا ما استطعنا نلغيها نستفيد منها نتجنبها نحاول نبدلها إلى إحسان ونسأل الله عز وجل في النهاية أن يسمعنا بما ننفع أن ينفعنا بما نسمع وبقي لنا أن نودعكم نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإلى لقاء آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة